عارف الاحساس بالامتنان ده شيء رائع يعني انك تمتن وتحس ان الشخص اللي قدامك عملك شيء جيد ده رائع والاجود منه كمان ان انا اشوف الامتنان ده يعني الاقيك مقدر اللي انا عملته قصة جميلة جدا وقصة امتنان من نوع خاص بصة سيدي طلاب كلية اداب جامعة دمياط طلابها اداب جامعة دمياط طلابها اداب جامعة دمياط عملوا عارف كده يسموها ممر الشرف زي اقواص النصر كده بتاعت اوروبا ممر شرقه ممر شرف لوحدة من زميلاتهم كانت بتساعدهم كل اعوام الدراسة وتساعدهم في المذاكرة وشرح المنهج والمواضيع الصعبة وتساعدهم في طالخير يعاني دي بتبكي بتبكي طبعا فرحا لانها بالتأكيد ما كانتش متوقعة ولا متصورة انه زملائها هيعملولها ممر شرف ويبقوا بيشكروها وحاسين بالامتنان الشديد ناحيتها لمساعدتها ليهم اللي كانت بتقدمها دون قيد او شرط دون طلب اي مقابل يعني على الاطلاق وقدموا لها ورد وقعدوا يقدموا لها هدايا لطيفة على قد ميزانيتهم الطلابية هي خلود هاشم قد كده فرحانة حالة فرح بيها وليها وعلشانها وهي فرحانة لدرجة انها قعدت تبكي يعني طبعا هي شكرتهم وهي شخصيا بقت حسن هي اللي ممتنة ليهم بسبب هذا المشهد الرائع والمفاجئ وغير المتوقع مصر دي حاجة حلوة خالص ازاك يا خلود؟ ازاك أستاذ يوسف عامل يا خلود كويسة؟ كويسة الحمد لله انت عارف انا نصي ضمياط يا خلود امي ضمياطية زيك كده ده فخر لينا طبعا لا يا ستي ده انت اللي فخور بضمياط بكل الضمائن تحكيي للحدوتة مش بس بتاعت ممر الشرف انت عملت ايه علشان زميلك ما شاء الله يفرحوا بيكي ويحبوكي للدرجة دي والله الموضوع كان عادي خالص بالنسبالي كنت بكتب المحاضرات عادي وصورها لا اكتر ولا قل اه وبعدين وكبروا الموضوع شوي كبروا الموضوع طب وانت كنت تعملي كده ليه يعني ما تخليكي في مذاكرتك الوقت بيبقى ديق وميزانية الطالب دايما صغيرة وحاجات زي كده وانا زاكر مليش دعوة باللي حوالي انا عايز اجيب درجات وتقديرات كبيرة ايه اللي خلاكي عملت كده يا خلود لا هو بالعكس انا اصلا لما باجي ازاكر كده كده بكتب فما كانت مجود زيادة او حاجة كنت بصور بس وببعث مش اكتر بس كده انت شايفاها حاجة بسيطة يعني بجد ايه حاجة بسيطة جدا والله يبرافو عليك يا خلود طب وبعدين بقى انت اتفاجئتي كده فجأة دخل الكلية لقتيهم وقفين وعملين لك ماما يعني جاء عملولك المفاجئة الترتيبة جاءت جروا رجلك للمفاجئة دي ازاي خلود هو احنا نتبين من الامتحان عادي خالص واتسولنا صورة الدفع الجامعية لقيتني واقفة بينهم وبتقفولي فبقى وكنت عندي اي فكرة سبقتي اوي والله يا حاجة جميلة انت في قسم ايه في كلية الادام قسم اعلام اعلام يعني هتبقى جميلة خلاص بإذن الله يا ربنا يوفقك ويكتبلك كل خير خلود انا كمان يعني فرحان بك جدا يعني فرحة أب وارد وفرحة بردو مزيع وفرحة مواطن مصري وفرحة راجل نص وضمياطي فاي حاجة بتحصل في ضمي بقى فرحان ربنا يوفقك ويوفق كل زمالك ويدين ما بينكم كل هذه الروح الرائعة والجميلة والمحبة والمواد واوعوا ابدا تسيبوا بعض ولا تتخلوا عن صدقتكم الدنيا هتشغلكم جدا يا خلود اوعوا تبعدوا عن بعض الصداقة الحقيقية دي شيء عظيم وبقدر ما هو نادر بقدر ما هو ماتين بالمناسبة خلود اشكرك جدا على اللي انت عملتين لزمالك واشكر زمالك جدا على اللي هم عملوه معك خلود هاشم صاحبة هذا الممر الرائع والجميل عندنا فضومياط